السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم العلقة الفارس من خلف المايك في هذه الحلقة سوف نصمم أيقونة تطبيق فرح وعبارة عن تطبيق للمناسبات والأفرح جاءت هذه الحلقة بعد طلب أكثر من صديق لحلقات تصميم بعد أن شاركت هذه الحلقة كيف حققت 75 دولار من خلال العمل على فايفر والتركيز ليوم واحد فقط وهذه هي النتائج وكل الأرضالات تستطيع العودة إليه من أعلى في الكارت سوف يظهر لك في اليمين أو في اليسار على حسب اللغة التي تستخدمها في اليوتيوب أما إذا كنت لا يجي تتحكم في البرنامج الذي سوف أستخدمه في تصميم عمل اليوم أنصحك بالعودة إلى هذه القائمة من الدروس سوف تظهر لك أيضا فيها على الكارت سواء على اليمين أو على الشمال أنصحك بشدة أن تبدأ من البداية إذا أتمامت هذه الدورة فقط تواصل معي وأترك لي تعليق في الخاص سوف أترك لك الدورة أخرى على الإيلستريتور للمستوى المتقدم فقط ما أحببت أن أشير إليه إذا كنت تريد ولوج عالم الفريلانس كيف تحصل على زبائن كيف تستطيع أن تقنع الأشخاص كيف كل شيء هذا الدليل حتى تعرف إذا كان مجال الفريلانس مناسب لك أم لا كل ما تحتاجه أنصحك بمشاهدة هذا الدليل أيضا في الكارت دعنا من دون إطالة أكثر نبدأ في تصميم اليوم أحب دوما العمل على ألف ومئتان في ألف ومئتان عندما يكون عمل موجه لتطبيق بعد ذلك أتي إلى أداة ألاين أو الخط أقوم بعمل بدون فل ومع سترك بعد ذلك أرسم خط أتأكد فقط أن أضغط على shift حتى يكون هذا الخط مستقيم تماما أو ب 45 أو 90 عندما لا أضغط على shift يمكن أن يأتي مائل قليلا وأنا لا أحب ذلك ولا أثق في عيني بعد ذلك مرة أخرى أقوم برسم دائرة حتى تكون الدائرة دائرية بشكل جيد أضغط على shift أقوم بتحديدهما معا بعد ذلك أحدد الدائرة ليقوم بعمل ألين أو محاذاة بالنسبة للدائرة لا أحب أن أثق في عيني وإنما أريد أن أترك البرنامج هو من يقوم بتحديد كل شيء بعد ذلك أقوم بتحديد الدائرة ctrl c لعمل copy ctrl f لعمل paste and front بعد ذلك أضغط على shift والalt ليبقى في المنتصف تماما هذه الدائرة في المنتصف بالنسبة لهذه الدائرة مرة أخرى ctrl c ctrl f وأصعد بهذه الدائرة إلى هنا أخذ مرة أخرى نسخة من هذا الخط بعد ذلك أحدد كل من هذه الدائرة وهذا الخط وأقول له مرة أخرى الدائرة هي الأساس من خلال الضغط نقرة واحدة على الدائرة وأقول له قم بعمل محاذاة بعد ذلك أقوم بعمل خط مائل قليلا بهذا الشكل لأحصل فيها نهاية على شكل القلب أقوم بتحديد كل شيء أضغط ctrl g لعمل group بعد ذلك أضغط بالزر الأيمان ليا الماوس ترانسفرم reflect تظهر لي هذه هي الشاشة أو لوحة الحوار أقول له preview فقط لأتأكد بعد ذلك أخذ copy أو نسخة من خلال الضغط على shift والأسهم في لوحة المفاتيح أجلبها إلى هنا بعد ذلك أقوم بتحديد كل شيء أقول له من دون stroke وفيل أختار أي لون فقط حتى أستطيع أن أرى ما أقوم بعمله وأقوم برسم كل من هذا الشكل هنا وهذا الشكل هنا الأمر بسيط للغاية بعد ذلك يا صديقي أستطيع أن أقوم بالتوجه إلى هذه الخطوط وأقوم بجعل حرف F أو أستطيع يا صديقي قبل أن أقوم بعمل pathfinder أقوم بعمل ingroup بعد ذلك أتي إلى هنا وأقوم بأخذ نسخة من هذا الخط أخذ كل من هدين الخطين ctrl-c ctrl-f أقوم بجلبها إلى هنا أضغط على shift أجعلها بهذا الشكل وأتأكد فقط أنها في المنتصف بالنسبة للدائرة لماذا تحرك هذا المستقيم فقط؟ لأن كل من هذا الخط وهذا الخط ليس في مجموعة واحدة وبالتالي أقوم بجعله في مجموعة واحدة بعد ذلك أقول له التوسط بحساب هذه الدائرة وهكذا أكثر من ممتازة بعد ذلك أحدد كل شيء builder shape tool مرة أخرى دوما عندما تعمل بي builder shape tool تأكد من عدم موجود عيوب لو كنت أعتمد على عيني لما وجدتها مثالية بهذا الشكل كما هي مثالية هنا لهذا أحب استخدام البرنامج ولا أعتمد إطلاقا على عيني بعد ذلك حتى أقوم بأو أتخلص من كل الخطوط التانوية أحدد فقط الشيب الأساسي مرة أخرى أقوم بتحديد كل شيء وأقوم بعمل دمج له في هذه الحالة اخترت مربع بأحواف دائرية أضغط على shift مرة أخرى حتى أقوم بتعديل هذه الدوائر فقط أضغط على هذه النقطة وأقوم بالسحب هكذا جيدة أتي إلى آدات الgradient وأخطر هذا الgradient لبدا لم يحدث أي تعديل بكل تأكيد لأني لم أخطر فعليا الشيب الذي أريد أن أقوم بالتطبيق عليه حتى أستطيع أن أقوم بالتعديل على الgradient تأكد من الضغط على الgradient بهذا الشكل وأقوم بالتعديل كيفما أريد مرة أخرى أقوم بعمل التوسيط هكذا أقوم بأجال المربع في الأسفل من خلال التوجه إلى orange sent to back تستطيع أن ترى أن القلب ليس جيد أستطيع أن أقوم بعمل تقليل من الأسفل ليكون هذا هو الشعار أو أيقونة التطبيق في النهاية الأهم هو الثريد في استنباط الأفكار وليس تطبيق التصميم أسهل مرحلة في تصميم الشعارات هي تطبيق الفكرة التي وصلت إليها كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم شكرا للمتابعة حتى نلقاكم في أقرب فرصة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته